التريند الثاني اللي كان على تويتر هو الرقابة الإدارية بعد مواجهة هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربات جديدة ضد الفاسدين مبارح وضبطت شبكة من بعض موظفي الشركات التبعة للشركة القبدة لمصر للتيران وبعض موظفي مصلحة الجمارك وأبضت الرقابة الإدارية على مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للتيران للصيانة والأعمال الفنية ومسؤول إدخال البيانات بالشركة وكبير ضيافة الجوية بشركة مصر للتيران طبعا الخبر ده مهم جدا وده استمرار لمجهودات اللي بتقوم بيها الرقابة الإدارية لدحر الفساد أننا بنقضي على الفساد اللي كان لفترة طويلة مستشري فيه كثير من الأجهزة عندنا الرقابة الإدارية بتقوم بالدور ده عشان نقدر نقول نحن عندنا دولة قوية دولة ما فيهاش فساد دولة بتوجابه الفساد لأن الفساد ده بيأثر علينا في كل القطاعات وكل المناحي ما فيهاش دولة أفدا هتقدر أن هي تتقدم أو تتطور طول ما هي سايبة الفساد مستشري فيه كثير من أجهزتها